السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله زعم البعض ممن يزعمون دائما ويحاولون أن يمسكوا في دين الله عز وجل وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم نقصا أو خللا ذكروا أن رحلة الإسراء والمعراج تتنافى تماما وبشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا أمرا مكذوبا وحجتهم في ذلك أن بشرية النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي عدم وقوع ذلك مطلقا والأصل أحبتي أنهم جميعا من شككوا في الإسراء والمعراج إنما تحدثوا فيه من جهتين في الجهة الأولى هل وقعت الحادثة فعلا حادثة الإسراء والمعراج والثانية هل كانت بجسد النبي وروحه أم بروح النبي صلى الله عليه وسلم هذا مجمل ما جاء عمن يشككون في هذه الرحلات المباركة أما الجزء الأول فهل وقعت نعم وقعت قال ربنا في كتابه سبحان الذي أسر بعبده سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرات المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغش ما زاغ البصر وما طغى إذن جاءت الآيات لتدلل على ذلك وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها ما يدلل على وقوع هذه الرحلة المباركة إذن وقعت وأما الشبهة الثانية وهل كانت بجسد النبي وهل بشرية النبي صلى الله عليه وسلم تمنع أن تقع هذه الحادثة فالرد عليها من وجوه أولا في القرآن قال ربنا سبحان الذي أسر بعبده ليلا وكلمة عبده هاهنا هي مجموع الروح والجسد فلم يقل ربنا تبارك وتعالى سبحان الذي أسر بجسده وحده مثلا أو قال سبحان الذي أسر بروحه وإنما قال سبحان الذي أسر بعبده هذه واحدة الثانية أن الله تبارك وتعالى قال ولقد رآه نزلة أخرى والرؤية تكون بأحد أمرين إما بالبصر وإما بالبصيرة البصر متعلق بالحاسة المعروفة وهي العين حاسة البصر بالعين وأما البصيرة فبالقلب ولكن الله هنا قال ولقد رآه بالرؤية العينية يعني بدليل قول الله عز وجل ما زاغ البصر وما طغى أي ما جاوز الحد الذي جعله الله له أن يراه والمقصود هاهنا أن النبي رأى جبريل عليه السلام على حالته الحقيقية ثانية عند صدرة المنتهى فرآه النبي ثانية هذا دليل ثاني الدليل الثالث أنها كانت بجسد النبي وأنها لا تتنافى مع بشرية النبي صلى الله عليه وسلم أنها لو كانت بروح النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر أهل السير وأهل الحديث جميعا أن كفار مكة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكذبونه وهم يتعجبون من هذه الرحلة وجاءوا إلى أبي بكر وقالوا أتعلم يا أبا بكر أن صاحبك يزعم أنه قد أسري به من هاهنا إلى المسجد الأقصى في جزء يسير من الليلة ونحن نقطع أكباد الإبل شهرا فقال أبو بكر يعني إن كان قال ذلك فقد صدق أصدقه في أمر السماء أفلا أصدقه في أمر الأرض فلو كانت بروح النبي صلى الله عليه وسلم دون جسده لما كان هناك داع لتكذيبهم لأمر النبي فربما قالوا إنه حلم أو رؤية مثلا لكنهم اعترضوا وهذا دليل على أن النبي أخبرهم أنه ذهب بجسده وروحه معا الثالثة وهذا رد على من قالوا بشرية النبي تمنع أو الخامسة أن الرحلة لم تأتي بيانا لقدرة النبي بمعزل على الإناية الإلهية وإنما جاءت لبيان قدرات الرب العلي الرحلة لم تأتي أصلا لبيان أن النبي كان قادرا أن يفعل وإنما بيان على أن الله قادر أن يفعل وقد أثبت ربنا تبارك وتعالى قدرته أقول وأختم إذا كان من كان قبلنا قد تشككوا في ذلك فربما نلتمس لهم عذرا أما في زماننا وقد انتشرت وسائل الانتقال السريعة ووسائل المراسلة برسالة على الجوال أو نحو ذلك أصبحت سريعة أفيقدر البشر على فعل ذلك ولا يقدر رب البشر أفيقدر البشر على إرسال رسالة ربما انتقلت من قارات بين قارات الأرض كلها في جزء يسير من الثانية ولا يقدر على ذلك رب البشر كل ذلك يدلل على أن رحلات الإسراء والمعرج لا تتنافى أبدا مع بشرية النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع قدرة الرب العلي تعالى الظالمون عما يقولون تعالى ربنا عما يقول الظالمون علوا كبيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر